أولا مسألة عبور البضائع والأشخاص حققنا واحد تقدم كبير أولا نأكد بأن كل عناصر وكل التزامات الموجودة في خارطة الطريق وفي الإعلان المشترك ديال 7 أبريل سيتم تنفيذها بشكل كامل وبشكل واضح كل ما هو موجود في ذلك الإعلان هي التزامات مشتركة سنعمل معا على تنفيذها وتطبيقها ثانيا من أجل ذلك تخلق واحد الفريق عمل وبدأك يشتغل وكانت اجتماعات متعددة يمكن فريق العمل الذي يجتمع أكثر هو فريق العمل هذا حول عبور البضائع والأشخاص وكانت مجموعة من كانت حتى بعض التست للدار وحتى تجارب للدار ثلاثة على الأقل واللي اخذينا منهم دروس ما يمكن قيامه به ما هو ما يجب تحسيده الأساسي هو أننا نشتغل بمنطق إيجابي بمنطق بناء بمنطق الالتزام المشترك بش أننا نوصله إلى واحد الصيغة اللي كتخلينا أولا نفد التزامات اللي كينا في إعلان سبعة أبريل ولكن اللي كتخلينا كذلك ما نرجعوش للوراء وما نرجعوش للوضع اللي كان قبل واللي كانت فيه كانت يطرح مجموعة من المشاكل مشاكل قانونية مشاكل في التدبير مشاكل تجارية مشاكل حتى من الصورة اللي كانت كانت تعطى على عبور الأشخاص والبضائع واللي كانت صورة غير مرضية للجميع فالأكيد الآن وهذا النموذج اللي يخصنا القوي يخصو يكون مختلف اللي كيحتار من الاتزامات ولكن ما كيرجعناش النموذج السابق اللي هو نموذج لا طرف الإسباني لا طرف المغربي ما بغين أنه يتكرر لأنه كان كيش يشجع على التهريب لأنه كان كيش يشجع على بعض الممارسات اللي غير مقبولة واللي متفقن على أنه مخصشته فهذا هو التصور اللي غادين فيه واللي اتفقنا على أن فريق العمل غير يجتمع بسرعة في أقرب الأوقات باش أنه يوضع هذا التصور في أقرب وقت ممكن اليوم المشكل ماشي هو مشكل الالتزام ماشي مشكل سياسي مشكل اليوم هو مشكل تنفيذ تقنيا كيف نطبيق هذا وهذا التطبيق التقني تخصو تقنيين يجتمعوا ويتتفقوا ويقترحوا علينا هذا النموذج اللي يخلينا في أقرب وقت ونتمنى من فوتوا الشهور المقبلة باش أننا نوصلوا إلى تصور إيجابي ترجمة نانسي قنقر